مساء الفل في شهر يونيو السنة اللي فاتت 2021 كشفت كاية عن الجيل الخامس من الاسيو في المدمجة صحبة الشعبية الكبيرة سبورتاج ومع بداية شهر سبتمبر 2021 تم الكشف عن النسخة الاوروبية من سبورتاج واللي كان فيها بعض الاختلافات عن التجهيزات عن النسخة الاساسية اللي ترحت في كوريا وهي دي تحديدا اللي هي النسخة الاوروبية اللي هصلت عندنا في السوق المصري وتم الاعلان الرسمي عنها من ساعات قليلة زي ما قلنا في البداية سبورتاج ديها مكانة خاصة في السوق المحلي وبتتربع على عرش مبيعات فئة الاسيو في بلا منافس وده بحسب تقارير امك الشهرية ورغم الظروف اللي بيطرح فيها الجيل الجديد سواء من ارتفاع اسعار او ازمة استيراد الا ان ده ما قللش ابدا من فرص نجاحها المحتمل زي نسخة الجيل الرابع بالزبط وعلشان كده وقبل تصوير الريفيو التفصيلي للجيل الجديد عملنا الفيديو ده علشان نتعرف سريعا عليها مبدئيا الجيل الجديد من كياس بورتاج 20-22 بيطرح في السوق المصري بخمس فئات وبتبدأ اسعارها من 619900 للفئة الاولى لحد 789900 جنيه للفئة الاعلى تجهيزا وبتقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل علامة كيا ضمان مدته خمس سنين بالنسبة لمنظومة القوة بتعتمد السبورتاج الجديدة على محرك رباعي الاستوانات ساعة 1.6 لتر مع شاحن تربو متوصل بناء حركة ثناء القابل DCT من 7 سرعات القوة الحصانية للمنظومة دي بتوصل ل180 حصان مقارنة ب140 حصان في الجيل السابق وعزم الدوران 265 نيوتر متر نظام التعليق الامامي في اسبورتاج بيكون ماكفيرسون والخلف بيكون متعدد الوصلات أو مارتي لانك أما بخصوص بعض الأرقام الخاصة بالأبعاد والمساحات فخلينا أقولك أن قاعدة العجلات طولها حوالي 2 متر 68 سنتي والخلوص الأرضي 17 سنتي أما مساحة الشنطة فحوالي 591 داتر وبرغم أنها بنفس ملامح الخاصة بالنسخة العالمية إلا أن النسخة اسبورتاج الخاصة بالسوق المصري هي نفس نسخة السوق الأوروبي وتعتبر أقصر من ناحية الطول لاعتمادها على قاعدة عجلات أقصر تمت عزيزة العربية في كل فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وأنظمة مساعدة السائر أثناء القيادة وخلينا أقولك أن العربية خدت خمس نجوم في اختبارات السلامة والأمانة الأوروبية يورو إنكاب فعلى سبيل المثال هتلاقي من الفئة الأولى فرامل منع للإنغلاق ABS توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD نظام ثبات إلكتروني ESC ونظام تحكم في ثبات السيارة ومثبت سرعة وكاميرا خلفية ونظام مرأب الضغط الهوى في الإطارات مع نظام تحكم عند الصعود من المرتفعات والهبوط من المحاضرات وفرامل إيد كهربائية وخاصية الأوتوهولد أو التعليق التلقائي مع نظام مساعد الفرمالة ونظام مساعد في ثبات المقطورة وحساسات ركن خلفية واثنين وسائد هوائية أمامية وبداية من الفئة التانية هتزيد عوامل السلام والأمان بوسائد هوائية جانبية وستائرية أما الفئتين التالتة والربعة فبيزيدوا حساسات ركن أمامية وأخيرا الفئة الخمسة بتتميز بنظام تحذير من الاستضام في النقاط العمياء بالنسبة للتجهيزات الخارجية والداخلية فهتتوفر كياس بورتاج ب12 لون متنوع مع تجهيزات خارجية وداخلية مختلفة ما بين الفئات فمثلا من الفئة الأولى المصابيح الأمامية هتكون LED الإضاءة النهارية كمان LED مع حساسات إضاءة ومصابيح خلفية LED وإزاز فميه وقبان سقف وجنود رياضية مقاس 17 بوسة في المقصورة هتلاقي تكيف الهوى بيكون يدوي مع فتحات تكيف خلفية وإمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق وشاشة رقمية للعدادات مع شاشة لمس للترفيه بمقاس 8 بوسة وتوصيل الهواتف الزكية من خلال تطبيقات الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو واختيار ما بين أنظمة القيادة على حسب نوعية الطريق وتحكم صوتي من عجلة القيادة مع نظام صوت مكوّم من 6 سماعات وراديو ويو اس بي وبلوتوث ونظام الأوامر الصوتية ومسنى الدراع خالفي مع حامل أكواب أما الفئة التانية فهتزيد مصابيح ضباب أمامية وحساس مطر وطي مريات الأبواب كهربائيا مع مفتاح زكي أو بصمة وزر تشغيل وإيقاف المحرك مع خاصية تشغيل المحرك عن بعد وتكيف أوتوماتيك سنائي التوزية ومرايا داخلية بتعتيم ذاتي كسوة الدركسيون في الفئة التانية ونائل الحركة كمان بتكون من الجلد مع دعم لفقرات الظهر القطنية في كرسي سائق وطي ظهر المقاعد الخلفية عن بعد وفتحتين يو اس بي خلفيتين في الفئة التالتة هنلاقي أبرز مميزاتها فتحة السقف البانورامية والفرش بتاع المقاعد اللي بيكون ميكس ما بين الجلد والأمش مع شاشة ترفيه أكبر بمقاس 12.13 بوصة وبدلت نقل سرعة خلف عجلة القيادة ونائل حركة إلكتروني شيفت باي واير مع إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان وشاحن لسلك الموبايلات نروح للفئة الرابعة واللي بفرق 50 ألف جنيه ما بينها وما بين الفئة التالتة هتاخد شبكة أمامية بلون اسود لامع مع فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيا ومفتاح زكي وارتفاع قبل للتعديل وأخيرا الجنود هنا مقاسها 19 بوصة أما جوه فهنلاقي شاشة عددات بمقاس 12.13 بوصة ومقاعد أمامية بتضبط كهربائيا مع خاصية التبريد والتسخين أما المقاعد الخلفية ففيها خاصية تدفئة هي والدريكسيون الفئة الخمسة وبزيادة 30 ألف جنيه هتاخد شعار جي تي على الشبكة الأمامية والإكسدامات وتطايمات الأبواب وفي الداخل كمان هنلاقي الكراسي رياضية بفرش جلد الكنتارا مع دريكسيون رياضي من الجلد وأخيرا دواسات رياضية من الألمانيوم ده طبعا جنب نظام تحزير من الاستضام في النقطة العمياء اللي كلمنا عليه في أنظمة السلامة تفتكروا تسعير العربية مناسب للتجهيزات الموجودة فيها وهل هتتفوق على منفسها من حيث الشكل والمضمون؟